ايه الدور التاني اللي ممكن لو ما كانش بلال شامة كان ممكن تعمل ده في جعفر العمد دلال 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 شررية على فكرة برضو انت كسفتها طالع عندها جوز من الشر كبير يعني يعني مين من الادوار التانية من العيرة بقى لان كمان احنا اول مرة نتقابل في الشغل مع بعض بس احنا اصحاب فبرضو كانت مفاجأة بالنسبالي ان انا اشوفها في الشر ده وهي عاملها بشكل هايل اه اللي هو الناعم بس فيه شر هايل هايل لو انت من عائلة فتح الله تاخد اني دور دوداد تاخد اني دور من الرجال لا الرجالة اصلا ما فيش واحد منهم تقدر تاخد دوره اه لانهم كلهم صح كلهم اين كل واحد عامل شخصيته صح بالزبط اه ما فيش حد تقول لا ده هنا كان ناقص كذا فانا لو كنت عملته كنت ممكن اعمله بشكل تاني بتاع لا لا خالص ليه المسلسل عاجب الناس ليه الخلطة الشعبية دي محقق النجاح ده عشان ان الورق خد وقته اتكتب من اول مشهد لاخر مشهد فكان عندك فرصة انك انت اولا تراجعي كمؤلف وكمخرج في نفس الوقت هو محمد ثاني عنده الوقت وعنده المساحة ان هو يعيد الشخصيات حتى لو عايز يبنيها بشكل تاني حتة ان احنا بقينا منخش ودي برضو انا يعني العبدالله ولو يعني اذا كان ليه رأي ممكن اقوله وانا عارف ومتأكد ان القيادات في المتحدة شايفين الموضوع ده وعندهم بعد نظر ليه وعندهم قرار انا حاسس بدا الفترة الجاية حنشوفها ان مفيش عمل هيخش من غير ما يبقى كامل لان نتيجة جعفر العمدة يعني بانت اللي هو لبقى الورق كامل نقدر نفدع في المونتاز وعند الوقت اعتقد من ضمنها اساسها الورق الكامل